عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي جواو لورينزو بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين وخلال المباحثات أعرب رئيس السيسي عن سعادته بزيارة أنجولا للمرة الأولى وكدا الأهمية التي توليها مصر لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي والرئيس لورينزو فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الأفريقية كما أعرب رئيس السيسي عن تزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بأنجولا في أبعادها المختلفة خاصة ما يتعلق بدور مصر في دعم جهود التنمية في أنجولا عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنجولية مشددا على وجه الخصوص بواتيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها أنجولا كأحد النماذج النجاحة في القارة الأفريقية ومنوها الاهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنجولي في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا